طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع لمنتسبي القوات الأمنية في عدد من المدن العراقية فنحو مليون عسكري سيدلون بأصواتهم في عملية خاصة بحوالي 55 ألف مركز انتخابي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني عشر من ما يلجري وهنا بمركز الرصافة ببغداد تم الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي من إجراءات متعلقة بعملية التصويت وكذا تشديد الإجراءات الأمنية حول مراكز الاقتراع مكتب انتخابات الرصافة فتح 50 مركز اقتراع خاصة بالقوات الأمنية بـ 260 محطة هذه المحطات ستستقبل أعداد الناخبين للقوات الأمنية ما يقارب 130 ألف منتسب لوزارتين الدفاع والداخلية والقوات الأمنية الأخرى الملتحقة بهم جاءنا نشارك بالانتخابات من أجل أن نغيروا نوجوه العراق ومستقبل العراق بالإضافة إلى القوات الأمنية يدلي أيضا عراقي والخارج بأصواتهم في عملية التصويت الخاصة هذه ويتنافس نحو 7400 مرشح يمثلون أزيد من 320 حزبا واتلافا وقائمة للحصول على 328 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل الذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية والانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018 هي الأولى التي تجري في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد في العام 2011 وفي الجانب الأمني أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن العراق سيغلق مطاراته ومعابره الحدودية لمدة 24 ساعة خلال هذه الانتخابات وسيسر قرار الإغلاق بداية من منتصف ليل الجمعة المقبل